بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ على بركة الله الشابطر الرابع الدرس الرابع بعنوان Orthographic Projection Multi Views اللي هو يتعلق بالمساقط في هذا الشابطر هنبدأ بالProjection Systems ثم Multi Views from Isometric والجزء الثالث هيكون Application اللي هو تمرين تطبيقي على المساقط في هذا الجزء الأول من الشابطر الرابع بعنوان Projection Systems هنعطي مقدمة على Projection Systems Orthographic Projection is a way of drawing a 3D object from different direction هو طريقة رسم ثلاثي الأبعاد اللي هو المنظور من اتجاهات مختلفة Usually front, side, and plan views are drawn so that a person looking at the drawing can see all the important sides يعني في الغالب نرسم front, side, and plan عشان نأخذ فكرة على الثلاثة الأوجه بتاع المنظور بتاعنا There are two ways of drawing an orthographic and then a first angle and a third angle They differ only in the position of the plan front and side views الاختلاف الوحيد هو في أماكن البلان والfront والside views بالنسبة للfirst angle بالنسبة للfirst angle هذا النظام مستعمل في الدول الأوروبية European Country والISO International Standard Organization بالنسبة للthird angle system هو مستعمل في كندا في أمريكا في اليابان وفي تايلاند هذا الفيرست أنجل سيستم بتاعنا وده الفيرست كوادراند هننظر في الاتجاه هذا عشان نرسم الفرانت والالالاليفيشن في هذا السطح ولو نظرنا في الاتجاه هذا هنرسم side view في السطح ده في البلان ده ولو نظرنا من فوق هنرسم البلان في هذا السطح بالنسبة لل الثرد أنجل سيستم هذا الشكل بتاعنا وهننظر في نفس الاتجاه هنا ولكن هنرسم الفرانت فيو هنا والبلان هيكون فوق في السطح العلوي والside view هيكون في هذا السطح هناخذ مثال ونحاول نبحث على المساقط المجسم بتاعنا والمنظور هذا المنظور بتاعنا هناخذ الحالة بتاع الفرست انجل سيستم لو نظرنا في الاتجاه هذا عشان نرسم الelevation أو الفرونت فيو هنتحصل على ايه هنتحصل في الاول على مستطيل هذا المستطيل بتاعنا الخط ده بيناسب الخط ده خط هذا بيناسب الخط هذا والخط اللي فوق بيناسب الخط ده والخط ده بيناسب الخط ده ده المفروض الجزء الاول بتاعنا اللي هو عبارة على مستطيل هذا المستطيل بتاعنا فيه كمان جزء ثاني اللي هو الجزء هذا اللي هو في شكل مستطيل اللي هنتحصل عليه هنا وكمان عندنا مستطيل ثالث اللي هو هذا هيتم سقاط في السطح ده وحنتحصل على هذا المستطيل كده تحصلنا على ايه تحصلنا على الفرونت فيو او ما يسمى بال elevation بالنسبة لل side view هننظر في الاتجاه هذا وهنتحصل على الشكل التالي اللي هو بمثل side view ولكن هنا في side view عندنا خط هنا مخفي هنا في خط مخفي هنرسم ايه باستعمال ال dash line او ما يسمى بال hidden line هذا الخط المخفي ده بالنسبة لل plan هننظر من فوق في هذا الاتجاه وحنتحصل على ايه هنتحصل على الشكل التالي اللي هو بمثل ايه بمثل هذا الشكل في المنظور بتاعنا باقي عندنا هذا الجزء اللي هو عبارة على مستطيل هنضيفه تحت وكده ايه تحصلنا على البلان بتاعنا ده elevation ده right side view وده البلان في first angle system هذه المساخة الثالثة نعيد هنا عندنا elevation هنا ال plan وهنا ايه right side view الخط ده بنسميه folding line هذا الخط الخط ده بنسميه كمان folding line ولو قطعنا الشكل بتاعنا من هنا هنتحصل على ايه هنتحصل على المساخة بتاعنا في ورقة ثنائية ال الابعاد هنا عندنا elevation ده right side view وده ايه ده البلان بتاعنا هذه الاسماء الثلاثة وهذه المساقط الثلاثة بتاعنا وهنا بنتكلم على alignment of views هنا عندنا elevation ده ال plan وده right side view لو رسمنا left side view هيكون فين هيكون ايه على يمين elevation يعني لو رسمنا right side view هيكون على يسار ايه لو رسمنا left side view هيكون على ايه على يمين elevation ده معلومة مهمة